العقود اللي بيحصل عليها عقود الزواج اللي بيحصل عليها خلافات ومشاكل كتير عن طريق بعض البنود اللي ممكن أهل العروسة أو أهل العريس يحاولوا أن هم يكتبوها وخصوصاً اللحظات الأخيرة دي ممكن ساعة بتبوز الجوازة كلها لحظة الأيمة دي مشكلة مثلاً الأيمة إيه المشاكل أو النقط الخلافية اللي دايماً بتعمل أزمة في اللحظات الأخيرة وتبوز الجوازة حركة قلت حاجة جميلة جداً قلت الأهل ممكن يحصل مشكلة قرار الزواج مش قرار أهل قرار الزواج قرار اتنين اختروا بعض واختروا أن هم يكاملوا مع بعض التداخل اللي بيحصل بيحصل فيه أزمة ويحصل فيه مشكلة الأزمة دي بتأثر تأثير كل في الوقت الحاضر وفي المستقبل أيه بس البنت بدي قدرش تقول لأهلها ملكمش دعوة بتفاصيل لا في فرق من أن أنا ما قلش لا هو أن أنا ما قلش الوالد لا أقول تفاصيلي عشان ما أعملش مشكلة الله يبارك في حضرتك هي الفكرة كلها إيه؟ الفكرة كلها أننا أنا واللي اخترته إحنا خلاص اتفقنا وكل حاجة الأمور المتعلقة ببند العقد دي أمور حياتية بإننا إحنا هنعيشها الشروط دي دي شروط نحن إحنا هنعيش إزاي؟ هيبقى في شرط على مثلا على العمل ولا لأ هيبقى في شرط الشروط دي كلها اللي بيتفق عليها مين؟ اللي هو الزوج والزوجة اللي هم هيعيش مع بعضه لذلك حريك قلت حاجة يميلة جدا اللي هي إيه؟ إن أنا لو عندي حاجة ما طلحاش لأهلي ودي من ضمن الحقوق المشتركة بين الزوجين بس إنها بعد الزواج لكن قبل الزواج الأهل اللي لابد يبقوا على علمه بكل شيء نعم أيه هي الأشياء بقى دي اللي احنا لازم نتدخل فيه لازم نعرف لازم نعرف الأشياء بقى الأشياء يعني مهر وشفة ومؤخر الأشياء اللي بتعامل المشاكل في عقود الزواج من خلال مشاهدات حضرتك بص حضرتك المشاكل ممكن تيجي من أو البدع اللي في ناس ساعة من المغالاة المغالاة في الايه؟ في التجهيز المغالاة في المهر المغالاة في الأمور دي كلها ممكن يحصل لها مشكلة الأساس اللي بتبين عليه الأسرة قول النبي صلى الله عليه وسلم أقلهن مؤنى أكثر وهن بركة الإشكاليات بتدخل أو المشكلة بتدخل في الحياة الزوجية أو قبل الحياة ما تدبيني خالص إما أنا أبني على المظاهر ما أطلب أقل حاجة مع ناس تستاهل ما ممكن واحدة يقول لك أنت الغلطانة فردت في حقك من الأول مع ناس ما تستاهلش مش مقدرينك وهو لازم نختار بقى حسن الخلق الأول بقى من اللي بيختار أنا ما بختارش واحد صورة كويسة أيوة بالضبط بحبه يا بابا بقى وشبه النجم الفلاني وكلام دا لذلك حضرتك في الاختيار الاختيار العقل فيه مقدم على القلب صحيح صحيح الله يفتح علينا العقل مقدم على القلب بس إحنا فهمنا ده لما كبرنا البنات الصغيرة إحنا بنقول لهم بقى ما دورنا إحنا عملنا حاجة دورنا بقى في اللي جاي إن إحنا نصلح الأخطاء دي كلها الاختيار لابد أن يكون مبني على العقل ليه مبني على العقل مش على القلب القلب لما يحب حد ما بيشوفش فيه عيب عم رأي الحب عمي ما بيشوفش فيه عيب خالص إنما العقل هو اللي بقول الشخص ده مميزاته كذا وكذا وكذا عيوبه كذا وكذا وكذا يبقى إذن الشخص ده هقدر إننا أعيش معه بهذا الوضع ولا لا إما العقل يقول لا أقدر أعيش مع العيوب دي ولا لا الله يبارك في حضرتك العقل يقول لا ده مناسب العقل بقى وقتها يدي إشارة للقلب حب ده عشان خاطر كذا وكذا وكذا لكن بيحصل لإيه؟ العكس بيحصل حب فطبعا مهما تقولي للشخص أو تقولي للبنت لا ده في مشكلة كذا أفلت خلص عملة بلوكة على جهة لا أنا ده قراري وهختار والدها يقول لها طب هو في مشكلة هيحصل مشكلة أنا مش بعاند معاك ولا حاجة بس في مشكلات كذا وكذا وكذا لازم ناخد بالمنا تقول هاخده وغير تقول هاخده وغير برضو أنا مقتنعة بي هي دي إشكالية لإيه؟ إن أنا اخترت بقلبي قبل عقلي لازم بقي كونسولتو نعم إنه العقل الأول وبعدين نبتدي نشغل القلب يتفقوا سوا ونبتدي نتوقع نعم